اشتركوا في القناة ان الله لا يلقي حبيبه فينا على هذا ينبغي لك ايها المباركة لا يكن لك هم تحمل في الدنيا اعظم من ان يحبك الله لان الله اذا احبك نجوت حتى يحبك الله تفقت في الكتاب والسنة اين مرضات الله وفي الحديث الصحيح وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فالكثار من النوافل من اعظم اسباب محبة الله على انه لا يمكن ان ينال احد هذه المحبة من الله حتى يبلغ هو من نفسه انه لا يحب احدا اعظم من الله الله يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله هذا احالوا اهل الكفر ثم قال جل ذكره والذين عاملوا اشد حبا لله ومن اراد ان يعرف كم هو يحب الله فلينظر اذا اجتمع الي عليه امرا امر يحبه الله وأمر تحبه نفسه فلينظر حينها ايه ما يختار جاء في الاثر ان موسى سأل ربه اني اراك تثني في كتبك على ابراهيم واسحاق ويعبوب فاوحى الله اليه اما ابراهيم فما خير بين امرين انا احدهما الا اختارني وأما اسحاق فقد جاد لي بنفسه وأما يعقوب فكلما ازددته بلاء ازداد حسن ظن بي